السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد في قناة انفينيتي ليرن اكاديمي معكم محمود حنبي. اليوم ان شاء الله هنكمل موضوع معادلة شهادة الجامعية في وزارة التعليم العالي بسلطانة عمان. وطبعا انا الفيديو ده هرد على استفسرات بعض الناس. وكمان هقول لكم على بعض الاشياء الهامة اللي انت هتعملها بعد التسجيب. تمام? نبدأ الاول ببعض الاسئلة. اولا في ناس سألتني يعني ايه معادلة شهادة الجامعة? ما معنى كلمة معادلة شهادة الجامعة? معادلة شهادة الجامعة هي بكل بساطة ان وزارة التعليم العالي في سلطانة عمان عايزة تتأكد من صحة الشهادة الجامعية الخاصة بك. فبالتالي انت بتدخل على الموقع وبترفع شهاداتك وهي بتخاطب الملحقية الثقافية للصفارة بتاعت سلطانة عمان في دولتك. وبعدين الملحقية بدورها بتخاطب الجامعة. والجامعة بترد على الملحقية بصحة الشهادة وانتهى الامر. ادي معنى كلمة معادلة الشهادة. الناس اللي كانت بتسأل يعني ايه معادلة شهادة الجامعة في سلطانة او في وزارة التعليم في سلطانة عمان. ده السؤال الاول. السؤال التاني. نقول الملفات المطلوبة والاسئلة اللي ترددنا او الناس بتسأل فيها كتير. اول شيء الملفات المطلوبة عندنا الشهادات. فيه شهادة الجامعة بعدين فيه شهادة أربع سنوات شهادة اللي هي الدرجات الترقومية أو الدرجات بتاع أربع سنوات سنوات الجامعة وفيه شهادة الثانوية العامة وده لكلهم بيكونوا في ملف واحد وبيكون حجمه أقل من اثنين ميجا واسمه باللغة الإنجليزية بدون مسافات وبدون علامات وبدون أي شيء يعني الموضوع بسيط جدا طيب فيه ناس بتقول هل لازم شهادة الأربع سنوات هل لازم شهادة الثانوية والله ده المطلوب في الموقع. اذا في شهادة منهم مش مطلوبة انت بترفع شهاداتك وبتتأكد. طب لو ما عندكش الشهادات دية يعني مسلا ما عندكش شهادة درجات اربع سنوات او ما عندكش شهادة السنة العامة ومضطرة ارفع. ارفع شهادة الجامعة وبعدين اذا احتاجوها منك هيطلبوها. يعني انت خليك دايما في الجانب الامن وارفع كل شهاداتك وده الافضل. طيب ايه الملفات المطلوبة تانية? احنا قلنا كده ملف بديف واحد فيه تلات شهادات. بعدين شهادة الميلاد. بعدين صورة جواز السفر. وكمان صورة شخصية وصورة بطاقة الموقع. يبقى انا كده معانا اربع حاجات. ومعانا ملف واحد فيه تلات شهادات. ده بالنسبة للملفات المطلوبة منك في موقع وزارة التعليم العالي. واحنا طبعا شرحنا في فيديو سابق هتشوفه فوق الوقتي طريقة التسجيل على هذا الموقع. في سؤال اخر. في ناس بتسأل ايه الخطوة اللي بعد التسجيل? انا سجلت في الموقع. ايه اللي بعد التسجيل? بكل بساطة بعد ما بتسجل هيزهر لك الرسالة دي. تمام? الرسالة دي مكتوب فيها ايه? مكتوب فيها ان تم تسجيلك. خلاص. وطبعا اه ادخل على هذا الرابط الموجود امامك لكي تتحقق من ايه? من مدى متابعة تسجيلك. تمام? وتابعوا الشرح دلوقتي وتشوفوها بنفسك. التسجيل اضغط على هذا الرابط. وانا هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو برضو. تمام? وتكتب رقم بطاقتك هنا. تمام? وتدوس بحس. هيزهر لك هنا البيانات المتعلقة بيك. هتنزل تحت وتشوف حالة التسجيل والملاحظات. هتلاحظ بقى ايه المشكلة عندك? لو في ملاحظات هيكتبوها لك. وهتشوف حالة التسجيل. مثلا هنا مكتوب تم الانتهاء من التسجيل. ودي عشان تتابع حالة التسجيل عندك. تمام? بعد ما تنتظر مثلا اربعة ايام او خمس ايام هيجي لك الرسالة دي لو كانت اوراقك صحيحة هيجي لك الرسالة دي. والرسالة دي بتقول لك الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرفق لكم رسالة المحققية بشأن مخطبة الجامعة. آآ هيقول لك راجع الجامعة بتاعتك. ولو كانت جامعتك فيها رسوم هيقول لك يرجى سداد الرسوم. تمام? وبعدين هتأكد على الجامعة ان هي لازم تبعد آآ بيانات صحة الشهادة بالايميل على الفاكس بتاع الجامعة. على الفاكس الوزارة او فاكس المحقية. هما طبعا في في ملف موجود هنا اسفل. هيكون معاك هذا الملف. تحمله وتبعته لاي حد من طرفك في مصر يروح به للجامعة عشان يخلص به بقية الاجراءات اللي هي اجراءات التسجيل ودفع الرسوم. وبمجرد ان هو يدفع الرسوم ويسجل. وهم يردوا على الملحقية. الملحقية طبعا هتبعت لك رسالة هتقول لك تم التصديق والفا مبروك انتهت المعادلة. السؤال اللي بعد كده. بيقول لي يعني في احد السائلين بيقول انا غلطت في البيانات وعايز اعدل البيانات بتاعتي اللي انا غلطت فيها. اغلطت في الايميل. اغلطت في اي بيانات معينة. ازاي اعدل? الموضوع سهل جدا. بعد تسجيلك نعمل حساب على موقع وزارة التعليم العالي من خلاله تقدر تدخل لبياناتك وتعدل فيها. ومن خلاله لو في اي ملحظات تقدر ترفع اشهادات في المستقبل. الموضوع سهل وجدا وبسيط تابعوا معي الشرح دلوقتي. بنفس الطريقة هنروح على جوجل وهنكتب وزارة التعليم العالي. وهنروح على كلمة الخدمات الاكاديمية للطلاب. وهسيب لكم الرابط الخاص بيها اسفل الفيديو لو انت عايز تروح عليه على طول. بعدين انزل تحت وهتشوف كلمة نسيت كلمة المرور اضغط عليها. هتسجل هنا الرقم المدني بتاعك. بعدين تاريخ ميلادك. وهنعمل ارسال. هيطلب مننا البريد الالكتروني. دخله بالبريد الالكتروني وخلي بالك انه بيطلب منك يكون في الجيميل. يرجى استخدام او فتح بريد جديد في الجيميل. خلينا نكتب البريد الالكتروني. وهندوس ارسال. بعدين هتروح على ايميلك. هتلاقي في رسالة جات لك فيها رمز التحقق. هيجي لك الرمز وتسجله هنا. اضغط للشروع في الخدمات الالكترونية. كده تم ارسال باسورد. تم ارسال باسورد. الباسورد بيكون عادة حرف الاس ار كابيتل ونفس رقم البطاقة المدنية. بكده فتحت لك صفحة البيانات. وزي ما انتم شايفين بيعرض لك البيانات الاساسية. رمز الطالب رقم الملحقية اسم الطالب. هذه هي البيانات الاساسية. تمام? تقدر تروح تغير البيانات الاساسية من تعديل بيانات الطالب. هنا في اضافة بيانات اساسية. ممكن تغير الاميل. الناس اللي كانت بتسأل على تغيير الاميل. ممكن تغير الاميل عادي جدا. تمام? هنا بقول لك يرجى التأكم من ان بريدك الالكتروني صحيح يرجى الاستكمال البيانات الاساسية. ممكن تخش هنا اضافة بيانات اساسية. تمام? هنا. تشوف البيانات الاساسية الخاصة بيك. وتقول اقرر انا بذلك. تتعهد يعني وتعمل تحديث لبياناتك. لو في اي بيانات خطأ. برضو هنا برضو اضافة البيانات داخل السلطنة اللي هي الاتصال. الايميل بتاعك ورقم التليفون. وكل شيء. وبيانات الاتصال خارج السلطنة. اي شيء عايز تعدله. هنا حتى فيه الملفات. عرض الملفات هنا. الملفات اللي انت حملتها. بتظهر لك هنا. اي ملفات انت حملتها بتظهر لك هنا. بعدين هنا مسلا تصديق الشهادات والمعادلة. لو فيه مسلا ايه. بتعرف انت بتصدق على ايه بالزبط. تبقى موجودة هنا. تمام? ولو عايز تغير بتقول يرجى اضافة بيانات مؤهل الصحيحة المعادلة. ممكن تضيف هنا او تضغط هنا. وتعدل براحتك. المهم ان انت عندك الامكانية دلوقتي كاملة في التواصل مع وزارة التعليم العالي. خلاص. كده انت امورك تمام. وقدرت عندك حساب عندهم. وتقدر تدخل في اي وقت عن طريق الخدمة الذاتية للطلاب. تمام? عن طريق الخدمة ايه? الذاتية للطلاب. يعني مسلا انا اخرج هنا وهوريك الطريقة الدخول مرة تانية او هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو عشان تبقى عارفين. لو حبيت بقى تدخل مرة تانية على بتاعك على طول. هتبحث عن كلمة وزارة التعليم العالي. وهتروح على الخدمات الذاتية للطلاب. وهتسجل طبعا الرقم المدني بتاعك والباسورد وتعمل تسجيل دخول على طول. وبكده يبقى انت تقدر تعدل بياناتك في اي وقت. من ضمن الاسئلة اللي جات لي. من ضمن الاسئلة اللي جات لي برضو. سؤال. بيقول هوا لازم ارفع الشهادة صورة الشهادة الاصل. الافضل اللي انت بترفع الاصل. ده الافضل. ما عندكش الاصل ممكن ترفع صورة منها وتشوف هل هيقبلوها ولا لأ. ازا قبلوها خير وبركة. ازا ما قبلوها لازم ترفع الاصل. ايضا من ضمن الاسئلة اللي جات. واحد بيقول انا بعتولي التقارير اللي هو البي دي اف. ومكتوب في اسمين او تلاتة معايا. هل ده عادي? طبعا عادي. لما بيكونوا في نفس الجمع فبيبعدوا بيممكن اسمين تلاتة مع بعض. مفيش اي مشكلة. انت بتدفع مصاريفك انت رسومك انت وما لكش دعوة بالباقيين. المهم ان اسمك موجود والشهادة بتاعتك موجودة بتاخد الملف بداع البي دي اف اللي انت جاء لك ده وبتوديل حد من اهلك يروح للجمعة ويأكد ويدفع الرسوم ويقول لهم ردوا على الملحقية بالاستعلام المطلوب وخلاص وانتهى الامر. دي كل الاسئلة اللي جات لي في الفترة اللي فاتت ارجو ان اكون افدتكم بها. ولو عندك سؤال اتركه في التعليقات وان شاء الله بحاول جوبك او اشترك معنا في جروب الواتس ااب وسأل السؤال بتاعك ويا ربي ان شاء الله كلكم تعملوا شهاداتكم وتسجلوها وبالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.